في إطار تفعيل بورتوكول التعاون بين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وهيئة تعليم الكبار تم الاتفاق على تدشين مبادرة مؤسسة بلا أمية والتي تستهدف محو أمية العاملين الأميين في المنشآت تحت إشراف الهيئة هدف المبادرة دي عامة هو عبارة عن محو أمية الأميين أو الذين لا يجدون الكتابة في هذه المؤسسات بحيث أنهم يحصلوا عشهاد محو أمية ومنهم اللي عايز يواصل التعليم بتاعهم هي دي نقطة البداية وإن شاء الله هتنطلق في جميع المحافظات وفي كل المؤسسات عندنا حوالي 150 عامل وعملة أميين فإن شاء الله يبقى فيه برتقول بيننا وبن الهيئة لتعليم المية وخمسين دول يبقى النادي إن شامس إن شاء الله من أول أندية بلا محو أمية خالص وفيه حرص كبير جدا عندنا من الدكتور أسامة بزيت رئيس النادي ودكتور أيا مدني لعدو مجلس الشعب وعدو مجلس ردارة ومجلس ردارة بالكامل إن النادي يبقى كل عماله وموظفينه بلا أمية إن شاء الله أن نتصدى لآفة من أهم الآفات الاجتماعية التي بينجم عنها الكثير من الأمراض الاجتماعية الأخرى فأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون توجهنا في الهيئة التوجه الجديد للهيئة هو توجه لحل هذه المشكلة التي باتت مستعصية على مدار سنوات وسنوات اليوم في ظل غمرت مصر وانتصارات صورة 30 من يونيو إن شاء الله تعالى معا نستطيع بإذن الله كجهود حكومية ومجتمع مدني ورجال أعمال ومؤسسات وأحزاب سياسية اليوم بندشن مبادرة مؤسسة بلا أمية بالتعاون مع شباب تنسيقية الأحزاب وهم شباب درسوا بالداخل والخارج وجابوا العالم شرقا وغربا ولديهم من التجارب والخبرات الكثير